في شأن آخر أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي حرص مصر على فتح أفاق جديدة للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة في عدد من المجلات الهامة ذات الأولوية على رأسها متفحة الإرهاب جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة غدوالي حيث تناولت المباحثات محاورة تعاون القائمة بين مصر ومكتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة واستعرضت المسؤولة الأممية أهم مجلات التعاون المشتركة القائمة على رأسها متفحة المخدرات والاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بالإضافة إلى متفحة الفساد والجرائم المالية وتعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية